100.6 نجوم فأم على كيفك دلوقتي واحد صاحبي مع عمر طاهر على نجوم فأم بيحصل ساعات ان واحد يقولك كلمة بدايئة يمشي قطوة يروح واقع فتهتف انت من جواك وصوت عالي شوفت ربنا بتسأله لو كان قدر يشوف ربنا في اللحظة دي بتسأله لو كان قدر يشوف ربنا وهو بيعدل وبيجيب لك حرقك ليه دايما بنسأل سؤال شوفت ربنا في اللحظة دي بس ليه عينيك مش اوسع من كده علشان تقدر تقول لنفسك او لغيرك طول الوقت شوفت ربنا وانت اصلا اصلا تقدر تشوفه طول الوقت في جملة مزيكة حلوة او حتى في جملة كورة فيها فن جوا الملعب او في معجزة الفكهة في معجزة ريحة الجوافة بس في اول الموسم في العساكر المجهولة الموجودة في حياتك زي العسكري اللي شعرته ان هو بيشتغل حارس على عين بس في لغز الوقت لغزة عارب الساعة لغزة اللحظة اللي ما بتقدرش تمسكها اللحظة اللي ما تعرفش هي جاية من فين ولا رايحة على فين في ابنك او بنتك ابنك اللي لسه مش عارف يكون حروف وفجأة يحصل ان الحروف دي تتشكل معاه عشوائيا لأول مرة فتطلع كلمة مظبوطة صحيحة تخضك وتخطفك بابا مثلا في مواجزة الكلام في مواجزة دولة ربنا علم سيدنا ادم الاسماء كنا يعني هنعيش نقول على كل حاجة تقابلنا البتاع في الفلوس اللي بتجري عليها في سكة وتقطع نفسك وفجأة تهل عليك من سكة تانية اكتر وبتعب اقل في ايد غريبة تتمد تشدك لحظة خطر في لحظات الشك لحظات الشك اللي فجأة بتبقى اول مفاتيح اليقين في سكة ده ممكن تطول غصبا عنك عشان انت عايز تعمل كده في اللحظة اللي ما تعرفش تكافئ بها حد عمل معاك حاجة جميلة جميلة اكبر من المكافأة فتفتكر ان ربنا ممكن يعمل ده احسن منك فتدعيله في الالوان اللي بتريحك في الوشوش اللي بتغير يومك للاحسن لو قابلتها صدفة طول الوقت الناس بتشوف ربنا بس فيه اللي ما بيعرفش يشوف وفيه اللي بتكسف يدقى النظر ويشوف وفيه اللي مش فاضي وفيه اللي مشغول بحاجات تانية في مخه مش شايف غيره وفيه الشخص اللي انا بغير منه واتمنى اكون زيه الشخص اللي كل ما تقوله تشوفت ربنا يقولك وهو انا شايف غيره ساعات بيجم على الواحد السؤال بدون مقدمات سؤال بيقول هل فيه ناس على الكوكب كمالة عدد هل فيه ناس الكوكب من غيرهم هيبقى مكان اجمل هنتبسط اكتر هنرتاح الدنيا هتمشي اسلك لو هم مش موجودين الحقيقة لا مش لقوا بس كمان ده كمان وارد ان الحياة تبقى اوحش اكتر من غيرهم يعني الحياة اللي مش عاجبك ممكن تبقى اوحش من غير الناس اللي انت شايف ان هي ممكن يكون ملهاش لازم بيتك الجديد مثلا اللي انت بتحب اللي انت قاعد فيه دلوقتي ومربع ومبسوط فاكر انت عزلت فيه ليه انت عزلت فيه علشان كان البيت القديم فيه جار سخيف سخفته او محاولة الخلاص من سخفته هي اللي خلتك تتحرك وجابتك في البيت الحالو ده اللي انت بسوط فيه هي اللي حركتك جارك هو اللي حركك فاكر غيرتك مثلا من صديق ناجح ازاي الغيرة دي حركتك علشان تنجح زيه بتفكر مثلا ان صديقك الفاشل ملوش دور يعني لا صديقك الفاشل حركك وبنفس القوة حركك علشان ما تفشلش زيه الشخص اللي بيكون قدوة مفيد مفيد جدا بنفس الدرجة اللي الشخص بيكون مفيد فيها وهو عبرة للناس بتعلم منه بتعلم ما تبقاش زيه مفيش حد ملوش لازمه لولا محمود المليجي ما كانش فريد شوقي هيبقى ملكة ترسل ولولا الكفار ما كانش هيبقى فيه انباية والقصايد الحلوة اللي عايشين بيها الفضل فيها مش للشاعر بس لكن للشخص اللي جرح قلب الشاعر واللي خلاك شخص مفتح انك في يوم الايام وقعت في قدين واحد مصاب حتى اللي خلاك تهتم بصحتك وتروح الجيم كان العصباجي اللي سبتك في مرة الفقير بيشتغل عند الغاني بأجره والغاني بيشتغل عند الفقير بفلوسه ولولا شوية الضلمة ما كنتش هتتحرك ناحية الخير اللي مستنيك في النور سيدنا موسى راح يجيب لمراته شعلة نور تمور لهم رجع لها نبي مجلم لازم شخص صالية اللسان علشان هو اللي هيقول لك كلمة النقد اللي حبيبك هيبقوا محرجين يقولوها لك لازم يطلع الفزلوك علشان يحرك الميا الرجدة ولازم يظهر للخلق دايق علشان يسحب الكهرباء الزيادة من الفزلوك مفيش حد نوروش لازمة لزوم كل واحد موجود جواك انت اللي تعرف تشوفه ولازم تتعود تشوفه علشان حياتك يبقى لها لازمة عمر الواحد ما هيقدر يعني يعرف أو يتخيل الكلمة الحلوة ممكن تاخد العالم لحد فيه مش مبالغة بس الكلمة الحلوة فعلا معجزة ما تقلش عن معجزة احياء الموتة يعني الكلمة الحلوة قادرة ان هي تدي الروح لحاجة ميتة وتاخد باديها وتقوم وتقصر الدنيا وده كلام لو رجعت للتاريخ ورجعت للحواليك وفكرت فيه هتلاقي قد ايه ان كلمة مظبوطة حلوة متذكرة خدت بايد حد ونقلته من مكان لمكان كلمة واحدة دي حكاية مثلا يعني الراجل العجوز اللي دخل المستشفى الراجل العجوز دخل المستشفى وجيه حظه مع راجل تاني حالته الصحية كانت وحشة قوي حالته الصحية كانت وحشة لدرجة انه ما كانش بيقوم من السرير وكان في حالة من اليأس والاكتئاب صعبة جدا صاحبنا كان بيحاول انه يكلمه يفتح معه حوار بس من غير فايدة يكلمه مايردش عليه ينخشو مايتحكش ابتدى صاحبنا بعد ما يقس يعني الكلام معاه يقوم كل شوية يقوم يتمشى في القوضة ويروح يقف في الشباك اللي في اخر القوضة بالساعات وعلى وشه ابتسام محافظ عليها طول الوقت هو واقف قدام الشباك الراجل الكئيب اللي نايم على طول في السرير ابتدى ياخد باله فمرة الفضول حركوا فسأل صاحبنا قاله يعني انت بتروح تقف في الشباك بالساعات هناك ومبتسم كده بتبص على ايه عندك فصاحبنا قاله ببص على الجنينة اللي في ظهر المستشفى قاله شايف ايه قاله الجنينة مليانة ناس شجر جميل ورد مفتح وكان حود ورد كده لونهم حلوة وحبيب عادي مع بعض وطفلة عادة بتلعب مع الكلب بتاحها وراجل قاعد بيقراف الجرنان ومستمتع بالشمس وجنبه حفيده جو لطيف والشمس طالع والاجواء لطيفة جدا جو يعني مفرح فبقعد استمتع بي فالراجل الكئيب اللي في السرير اللي اول مرة كده ايه بق وتحرك ملي يعني نص بتسامة كده وابتدى كل شوية يقول لصاحبنا روح عند الشباك كده بص لنا كده شوف في ايه النهاردة كده واحكي لنا المشهد عامل ايه فصاحبنا يروح ويقف قدام الشباك ويبتدي كل شوية يحكي للراجل حاجات اللي بيشوفها اللي بتفتح نفس الراجل الكئيب بتفتح نفسه الحياة وبتسحب اليأس من روحه واحدة واحدة بالتدريج صحية الراجل الكئيب اتحسنت فارف الشوية يعني بفعل المشاهد اللي كان صاحبنا عمال يحكيها له وفي يوم صاحب أدري قبل صاحبنا وقام الراجل الكئيب قرر لأول مرة انه يقوم من السرير ويتفرج على المشاهد الجميلة دي بنفسه قام دخل الحمام وغسل وشه وقاير هدومه وبقى في بشرط وتحرك ومشي خطوة في التانية في التالتة ووصل لحد الشباك وابتدي يحس ان هو رجل الحياة تاني بيتحرك وقايمه الدنيا لطيفة ومشي لحد الشباك ووصل لحد الشباك ومع كل خطوة كان بيحس ان هو بقى أحسن وكان تمسكه بالحياة بيزيد يعني لحد موصل للشباك حش الساتير بيبص لأى الشباك بيطل على حيطة في مانور الشباك اللي كان رايح له وفاكر ان هو يعني زي ما كان صاحبنا بيحكي لأى يعني شباك بيبص على حيطة سد في مانور فاندهش وتخبك اده في الاول بس فهم الافي فهم الملعوب فهم ان صاحبنا كان بيعالجوا بطريقة فهم ان صاحبنا كان بيغزيه بمشاهد حلوة في خياله بكلمة حلوة تصحصحه تحرك روحه فابتسم لأول مرة وحس بالانشراح وبص وتحرك لصاحبنا اللي كان نايم وهزه كده وصحاه قال له اصحى فصاحبنا صحي ده الراجل ده واقف جاءنه محلوقة ووشه نضيف ومغير هدومه وبيتحكله وفهم الافي صاحبنا ابتسم له وقال له الحمدلله على السلام أينشتاين العالم الكبير قدر ان هو يحل مسائل كتير مسائل كتير معقدة فشلة البشرية ان هي تفكر فيها اصلا مش تلالها اجابة لكن بينما أينشتاين العالم الكبير في فراش الموت قرب منه واحد من تلميزه وسأله عن المسألة او المعادلة اللي أينشتاين فشل في حلها وبيقر ان هو عجز عن حلها يعني فأينشتاين بصله ومفكرش كتير وبسرعة بديها وبحضور صافي جدا وفي ملي من الثانية قال له المعادلة اللي أنا ما معرفتش حلها لحد وأنا بموت دلوقتي أنه عمري معرفت الستات عايزة طبعا ده أينشتاين الزهنية العظيمة الكبيرة أغلبا كان بيقول الموضوع ده يعني بالنيابة عن فشل في المربع ده في حياته طبعا دي وجهة نظر ناس كتير في ناس شايفة انه الست يعني او المرأة عموما يعني في ناس تقول كده ان المرأة زي جهاز الكمبيوتر يعني وحده شقدر يفهمه غير لو حد دخل جواه يعني ده لازم تخش جواه الكمبيوتر وتشوف الحاجات بتحرك جواه ازاي جوا الكمبيوتر ازاي علشان تفهم يعني والرد على وجهة النظر دي انه النصيح يعني اللي بتتقال دايما انه طيب خلاص انت هتعملت معين الست جهاز كمبيوتر مش هتفهم ورد خلت جواه طيب تأليف لازم تفتح كده النشرة الداخلية تبص فيها حتى لو التعليمات اللي في النشرة الداخلية لا طروق لك او مش عجباج او يعني مش مقتنع بيها لا يعني خلي وجهة نظر حيوتك على جنب شوية لانه لو يعني اجتهد انك انت تألف طريقة انك انت تصيع انك انت تقلب دماغ الحاجات مش تطلع بحاجة كل الكاتلوجات بكل اللغات في كل الاديان بتنصحك بحاجات صغيرة جدا بتنصحك اولا بالرفق في التعامل يعني الكمبيوتر اللي عندك ده تتعامل معاه برفق دي نبرة واحد اه لو تعملت معاه برفق غير النهو غير انك انت هتحافظ عليه هتحمي نفسك كمال ان الجهاز ده ممكن في اي لحظة ينفجر في وشك اه وشك يضيع يولع لك الدنيا تخسر كل حاجة بيه الجهاز ممكن ينفجر او يضع في وشك انك انت تضاعف عليه الاحمال جهاز الكمبيوتر ده زي كده ما بيطلع المصنع ساعة بتاعته ستة ونص جيجا تمانية جيجا لو انت حملت عليه تمنتاشر جيجا هيولع في وشك على طول فدي الفكرة انك انت تتعامل برفق تدرك كويس جدا قدرة الكمبيوتر اللي قدامك على التحمل سقف التحمل بتاعه ما تحملش عليه زيادة الناس الكاتالوجات كلها والناس كلها اللي بتفهم وصممة الكاتالوجات دي بتنصح بالمعاملة الطيبة اللي بتفهم كويس جدا اللي بتقدروا قدامها لانه الكمبيوتر اللي عندك ده ممكن ممكن في يوم الايام تغيره بكمبيوتر تاني بس مش هتعرف ترجعه هو 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 تحديدا لو باز منك مش هتعرف تصلحه ممكن تغيره لكن ده تحديدا اللي انت محمل عليه حاجتك كلها اللي انت اسست عليه يا معينة لو باز منك لا قطع غير بقى وتودي التوكيله ومتاهة بقى علشان تعرف ترجعه تاني زي الاول وبرضه مش هتعرف ترجعه تاني فامشي على الكاتالوج لو سمحت والكاتالوج بيقول تعامل مع الكمبيوتر برفق كان عندي مشكلة في كل مرة بسمع فيها اونية الفنان الكبير النادر احمد منيب الغنوة اللي بيقول فيها اهو اهو يا فرحة قلبي كنت طير وصبحت ما راجبه يعني الغنوة بالنسبالي لحنها جميل ولطيفة وبتمسك كده في الروح كده تطبطب لكن طول الوقت كان الواحد بيسأل نفسه يعني عمنا الشعر الكبير فؤاد حدد اللي كاتب الغنوة دي كان قصده ايه من التشبيه ده يعني كان قصده ايه اه بالفرحة اللي يعني اللي مالت قلبه دي لانه اتحول من طير لمراكبي يعني ازاي اتحول من طير لمراكبي وليه ده شيء مفرح علشان ايه سنين كتير من ساعة الواحد ما سمعها الغنوة دي وهو صغير يعني مثلا في تاني عدادي ولا حاجة طول الوقت الواحد بيسمحها وفرحان بيها ويسأل نفسه ويسأل اصدقاء المثقفين ويسأل اصدقاء الشعر ويسأل الناس اللي بتفهم يا جمعة حد يترجم لنا الموضوع ده يعني اهو اهو يا فرحة قلبي كنت طير وصبحت مراكبي ايه الشيء المفرح في الموضوع يعني ازاي هتحاول من طير لمراكبي وليه ده مفرح يعني لكن طبعا مفيش مفيش فايدة سمعت فاتي كتير واابتهدات كتير وناس يعني بتحاول الموضوع لانه هو يعني شاعر في المطلق يعجبك يعجبك شاعر مهم تنظرات كتير ما خرجتش منها باي فايدة لحد ما جيت في يوم واقف في البلكونة بالليل اه بنتي المولودة اه جديدة لعمرها شهرين ثلاثة صحية اه بمتيقزة بوحشية اه مالية الدنيا صريخ ووعيات وانفعلات ونرفزة ودخلين على الفجر خلاص وممتها يعني بسببها مطبقة بقالها يومين فانا قررت ان اخد البنت يعني علشان اريح ممتها شوية تاخد نفسها تخطف لها ساعة نوم تستلد بيها وعياها يعني وانا تسل انا والبنت نلعب في البلكونة ان هو النسبة وبعدين وانا شايلها حاططها على كتفي في البلكونة والدنيا هادية جدا فجأة ملقتش في بالي غنوة اغنيها لها او نسها بيها غير غنوة اهو اهو يا فرحة قلبي كنت طير وصبحت ملك في اللحظة دي بس مسابق يعني حاجة تفرش لك الحل يعني لقيت نفسي بقول لعم احمد منيب والعم فؤاد حداد اه شكرا انا فهمتكم انا في اللحظة دي وانا كبير كده فهمت يعني ايه كنت طير وصبحت مراكبي وليه ده شيء مفرح انا كنت طير ايام العزوبية طير يعني من شجر للتانية من سطح عمارة لسطح عمارة اقف هنا شوية اقف هنا شوية ارفرف براحتي معليش موعيد اه اروح الغيط ده اروح الشجرة دي اروح الجنينة دي وبعدين بقيت مراكبي بعد ما اتجوزت وخلفت بقيت مراكبي شاي المسئولية اتنين معايا على قارب واحد انا دلوقتي مراكبي معايا اتنين على القارب في بحر الدنيا اللي احنا فيه وكل حلمي اني اشيلهم في القارب ده بسلام من الشط اللي احنا ماشيين فيه لحد اخر الرحل ادي التحول اللي حصل من الطير الحر الشارد في كل حتة للمراكبي اللي بقى شايل اتنين معايا على القارب ده الجزء بتاع التحول ايه الجزء المفرح الجزء المفرح في الموضوع ده مفرح جدا انا بعتبره يعني خلاصة السعادة فرحة على مقاس القلب انا بشوف انه مفيش في الحياة كلها شغلانة او عمل او حاجة تعملها امبل من انك انت امسك تمسك تقيد حد تعدي الطريق دي امبل حاجة ممكن الواحد يعملها في الدنيا وبيحس بنفسه سعيد وهو بيعمل كده فما بالك لما انت الشايل اتنين بتحبهم بتعديهم طريق بطول الدنيا كلها النهاردة الحلقة يعني غريبة شوية النهاردة يعني دي حلقة الحكي المفتوح كل شهر هنعد نتكلم مع بعض في حكي مفتوح كده نحاول نقول في حاجات يعني برا سياق الكلام اللي جوه التفاصيل اليومية اللي احنا عايشين فيها بكل ما فيها يعني من مشاكل ووجع نحاول نقول حاجة نونس بيها بعض بالوقت الجري كالعادة وفاضل يعني حاجات قليلة مش حال هقول فيها حاجة لكن افتكرت روشيت كانت كنت لسه يعني بتكلم فيها مع حد من عربة خمسة ايام وقال الرشتة دي مصدرها ايه فوقت الرشتة دي مصدرها ااا ااى اقوال لسيدنا علي ااا سيدنا علي عنده قدر من يعني اللي مش عارف طبعا يعني اللي مش مذاكر يعني سيدنا علي بن وابي طالب عنده ااا مساحة من الاقوال الحكيمة ااا عظيمة جدا طبعا ومدرسة جميرة قدر وفي عنده كتاب نهج البلاغة من الكتاب اللي جون بعد كده والفلاسفة خدوا من المنطقة دي لانه كان بيقول الحاجات شديدة الاختزال عميقة المعنى البخل عار الصبر شجاعة الزهد صروة الصدقة دواء نعم القارين الرضا صدر العاقل صندوق سره كان بيقول ان افضل الزهد اخفاء الزهد كان بيقول ان فاعل الخير خيره منه وفاعل الشر شر منه يعني انت احسن من الخير اللي بتعمله او انت اشر من الشر اللي بتعمله وكان بيقول من قطاء الامل اساء العمل يعني ما يعد عليك وقت طويل جدا وانت مستني ان الاماني تتحقق يبقى انت اشتغلت غلط انت املك طال زاد عن الزوم فده معنى انك اساءت العمل كنت اشتغلت غلط فعد عليك وقت مستني نتيجة عمرها ما تحصل كان بيقول انه لسان العاقل خلف قلبه يعني انت العاقل هو اللسانه بيطلع يعني وراء قلبه وراء قلبه ده معنى ايه معنى ان هو حتى لو هيقول لك كلمة فيها نقد حتى لو هيقول لك كلمة صريحة بتعدي على مشاعره بتعدي على قدرته على انه تبقى الكلمة حتى لو فيها نقد تبقى فيها قدر من الرحمة والطبطبة كان دايما نحظر نقول الحذر 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 فقد سطر وكأنه غفر يعني مش علشان اتسطرت المرات يعني فخلاص لا ده هو يعني كأنه غفر فالحذر الحذر في المرة الجاية يعني ما تخدش على كده كان بيقول انه الكرم يعني الكرم الحق ما كان ابتداء منك اما ما كان عن مسألة فهو فرار من الزم يعني الشخص الكريم هو اللي بيدي من غير ما يطلب منه يعني الشخص الكريم ده اللي بيدي قبل ما يطلب منه لما انت بتدي بعض ما يطلب يو انت بتدي علشان ما حدش قالك حاجة فده الفرق يعني كان بيقول من حزرك كمان بشرك وكان بيقول طبعا طول الوقت انه من ايقر بالخلف جادة بالعطية يعني انت لما بتطلع حاجة او لما بتعمل خير او لما بتاخد من عندك وتدي حد وانت واسق انه رجعلك رجعلك هتدي بسلاسة وبصر وهترجعلك يعني انت اللي بتعمل القانون وانت اللي بتطبقه يعني وقتر حاجة بحبها من اقوال رضي الله عنه فكرة انه التودد نصف العقل التودد نصف العقل يعني انت قدرتك على التودد للناس وكسب محبتهم ده نصف العقل وده نصف الحكم اشوفكم على خير بإذن الله الاسبوع اللي جاي والاسبوع اللي جاي هيبقى عندنا افكار جديدة وحاجات جديدة هنتكلم فيها بالتفصيل اشوفكم على خير سلام